احنا هنخش على خبر مهم جدا 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 هنتكلم عليه وحتى هيبقى معانا على تليفون دكتور مصطفى وزيري بس قبلها النهاردة شفت فيديو كده على تيك توك الحقيقة بقدر ما اثار استيهائي بقدر ما عاد تتحك كان زمان فيه مثل شعبي كده يقولك ايه كذب مستف ولا صدق ملخبط كذب مستف ولا صدق ملخبط فيديو الوهات كذاب يعني ده اقل ما يقال عنه حتى لا اصفه بصفات قد يعاقب عليها القانون الكذاب التافه عامل فيديو قالك يا جماعة هو بتصور جواه العربية قالك يا جماعة انا وانا جاي من 6 اكتوبر ومروح خدت الدائري الاوسطي ماشي قالك ايه بقى هو جاي من 6 اكتوبر ركز بس في التفاصيل خدت الدائري الاوسطي ماشي وبعدين انا عالدائري الاوسطي لقيت بوابات قلت له طيب هدفع طبعا انا مش عارف بدفع عليه بس قلت ماشي الولد متطوع قويع مهم خد بالك بالان انا بقوله من 6 اكتوبر للدائري الاوسطي لقيت بوابات طيب هو من 6 اكتوبر للدائري الاوسطي مفيش بوابات ده بس صباح الفل كده يعني اي حد في الدنيا سكن في 6 اكتوبر الشيخ زايد خد قرار انه يطلع الدائري الاوسطي مفيش بوابات انا كل يوم باجي من الدائري الاوسطي مش عارف يا طرع على حظي البوابات بتبقى عبارة عن خياله بيتبدد وانا على الدائري الاوسطي مهم باجي من 6 اكتوبر اروح على ماسبيرو عايز واحد يقول لي فين البوابة اللي الوادي التفح ده بيقول عليها ده انا هنا عن انه اي طريق سريع في الدنيا في الدنيا ليه فلوس ليه كارتة ده طبيعي اي طريق سريع مش عايز الطريق ده خد طريق اقل سرعة يعني بمنطها البساطة يعني انا ليه باخد الدائري الاوسطي مش عايز اطلع الدائري العادي بيبقى زحالك بالمناسبة معالهوش بوابات ليه باخد الدائري الاوسطي عشان ماسر اطلع المحور بيبقى زحمة فليه باخد الدائري الاوسطي اللي معالهوش بوابات لانه اكثر التساعن بوصل اسرع لمبنة مسبيرة بس خب لك بقى اكمل لك المسار طلعت من 6 اكتوبر خدت الدائري الاوسطي ودفعت الفلوس على البوابات وبعدين كملت طلعت على طريق الضبعة انا مش عارف ومروح فين يعني انت مروح السحل الشمالي مثلا هفطرت ذلك لقيت بوابات تانية رحت مديله التذكرة قال لي لأ دي بوابات طريق الضبعة لازم تدفع 10 جنيه كمان طب ما بدأ ايا تاني هو من 6 اكتوبر لطريق الضبعة ما فيش بوابات لكن لو انت جاي من اسكندرية خد بالك جاي من اسكندرية وهتاخد طريق الضبعة دل لي بوابات لكن جاي من القاهرة 6 اكتوبر الشيخ زايد او ما شابه ما فيش على طريق الضبعة ده بوابات يعني انا راجل بقى لي اسبوعين واخد طريق الضبعة رايح جاي بيت انا والضبعة صحاب وجد مش هزار بدأت افكر ان انا تحول الى مستثمر زراعي صغير ان انا عايزة اروح اشتري حتة ارض في مزارع الضبعة الحتة تلاية تبقى مطروحة للبيع للمواطنين دي لان انا لقيت تلاية مزارع حلوة اوية وازن لسه السعر حنيا ممكن ناخد قرد ونشتغل المزرع بالتقسيط ونشتغل ونكسب والكتاكيت تكبر نبيع طبيع تاني ده موضوع هركز لك على المواطن التافئ اللي انا مصر انه تافئ ليه لانه قال كذب ملخبط مش مسدف ملخبط عبيض فانا طلعت هو يقولك طلعت من 6 اكتوبر خدت الدقيري الاوساطي دفعت فلوس على البوابات كملت على طريق الضبعة لقيت بوابات رحت دافع قلت يمكن عشان الخدمات مع انه الطريق ضلمة جدا هو طريق الضبعة منور المهمة وانا عارف انه مش هبقى فيه خدمات ولو حتى في المستقبل البعيد طريق الضبعة مبدئيا كده هو مزارع يمين وشمال اهالي ومزارع الجيش ومزارع الدلتة الجديدة وفيه علي فأوله فأوله اسمه ايضا اربع محطات بنزين واحدة يمين قدام شوية تلاقي واحدة شمال بعد شوية تلاقي واحدة يمين تانية بعد شوية تلاقي واحدة شمال تانية انا حافظ قالك وبعد ما خلصت طريق الضبعة فعدت على كبري تحيا مصر خد بالك عدت على كبري تحيا مصر قالوا لي هتدفع بوابات عشرين جنيه سؤالي هو انت رايح فين انت من 6 اكتوبر طلعت الاوساطي عايز تروح بيتكو اللي انا مليش دعوة هو فين انا هفترض انه جوه القاهرة الاوساطي لحد وسط القاهرة او المنيب ما فيوش لحد يعني تطلع الاوساطي وتنزل المنيب ما فيوش فلوس تاخد بقى من المنيب اي سكة انت عايزها انت حر كده خلاص انت جوه القاهرة تاخد من المنيب وتيجي زي حالاتي على ما سبير وانت حر تخش العجوزة والدقي انت حر كل ده ما فيوش طيب انت خدت من 6 اكتوبر الطريق الاوساطي وبعدين فجأة لانك رايح الضبعة وبعدين من الضبعة لانك اتجهت كده رايح على كبري تحيا مصر انت رايح فين ايه علاقة التلات طرق ببعض ايه علاقة واحد في 6 اكتوبر مروح بيتهم ففجأة لقى نفسه على طريق الضبعة طب هو رايح الضبعة عاوز يصيف قبل موسم الصيف حاضر حاضر احنا هنعتبره يعني مجد الكدواني في الفيلم اياه قبل الصيف بكتير اظن كان اسمه نعتبره مجد الكدواني ولا نعتبره هنا شي حق قبل زحمة الصيف شوف هنا تلاقي على طول سامح جاهز معي هافطارد ذلك طب انت طلع السحل الشمالي السؤال هو بقى ايه اللي ودك تهيه على كبري تاحها مصر يعني انت رايح حروض الفرج وشوبرة ومصر جاية تعمل ايه ما انت يا ابني كنت على طريق الضبعة انا مش قادر افهم عاوز يوصلك في النهاية للنتيجة قالك لما جيت حسبتها لقيت نفسي 40 جنيه طب انا لو انا ساكن في 6 اكتوبر او لو انا بشتغى في 6 اكتوبر ورايح بيتنا كل يوم معقول ادفع 40 رايح و40 جاي يعني 80 جنيه ما انا بقوله ما فهمتش قالك يعني 2800 في الشهر طب هما السؤال 80 جنيه في 30 ده لو افترضنا انا مفيش اجازاتي بقى 2400 فالبعيد برضو حمار ما بيعرفش يحسب يعني كمان يعني الاول عبيط وقال لنا كذب كله على بعضه مبعتر وملخبط وكمان طلع حبيبي ما خدش اول درس حساب في قولة ابتدائي فحتى ما بيعرفش يعمل ضربيات في البطاطة ده بس النتيجة هي انه اتكلم في قصة ايه انا مش فاهم مصر عايزة مننا ايه هو انا هفضل ادفع في تذاكر على بوابات الطرق والكباري 2008 عزيزي المشاهد المحترم اللي بيشوف الفيديوهات اللي من النوع ده كل اللي هيجي في باله مش هيعمل زيه هو هيجي في باله انا هدفع كل شهر 2800 جنيه كارتة لو انا بشتغل في 6 اكتوبر وكل اللي هيجي في باله اه صحيح ده كده كتير ده مرتب وانا هعب بقى اصرف على الطرق مرتب 2800 طبعا هو لو كل القصة اي حد في الدنيا بسيط ركز هيلاقي انه مفيش كلام من ده ده من حيث الحساب ولو هو زي حالتي من سكان 6 اكتوبر يعرف انه دي حاجة غريبة جدا واحد قاعد عمال بيلف في الكرة الارضية احنا مش فاهمين ليه على كل واجب بس التنويه علشان تبقى فاهم اللي كنت بقولولك مبارح هو الاخوان خلصوا بجد يعني احنا مصدقين ان الاخوان بجد خلصوا او انه هم خلاص ما بيعوكوش او انه هم لا يحاولوا ترويج الشائعة او انه هم لا يحاولوا استخدام اي وسيلة ممكنة علشان يعد يبعترلك في دماغك ويبرجل فيك ويشككك طول الوقت ويحطوا جواك كم طاقة سلبية ويحسسك ان الدنيا سواد طيب النهاردة احنا عادنا فندنا مع بعض الفيديو ده من منتهى المنطق فيوش اي رأي سياسي ده خلي بالك فيوش بحبه وما بحبش فيوش معجب ومش معجب ما فيوش اتفق واختلف ده واحد تافه عمل فيديو قعدنا نفنده واحدة واحدة طيب انت ما جبتش الفيديو واجيبوا ليه علشان نساعد على نشر فيديو عبيط وده خطأ يقع فيه الكثير من الزملاء بالمناسبة يعني انك تنشر فيديو عبيط متخيل انت كده بتعمل ستوري يعني يا كده مش ستوري خالص هو الهدف بتاعك ايه هو ده الاصل